يعني مهم جداً ندرك أنه الله بيغير من كل الشعوب من كل الأمم وكنيست الرب إحنا ما في شيء اسمه دولة مسيحية أو شعب مسيحي عنا شيء اسمه ملكوت الله ملكوت الله هو الذي يشمل جميع المؤمنين في كل أنحاء العالم من كل الخلفيات من كل الشعوب من كل الألسنة من كل الأجناس رجال نساء كبار صغار الجميع اللي اختبروا خلاص الرب يسوع المسيح وآمنوا بالمسيح وتوجوه رباً على الحياة والكيان وقبلوه مخلصاً شخصياً لحدهم هذا الروح اللي بيجمعنا روح الله اعتمدنا لجسد واحد وسقينا سقينا بالروح الواحد لأنه نفس روح الله بيسكن في كل مؤمنين في كل أنحاء العالم سواء في اليابان في الصين في جنوب أمريكا في الهند في الخليج في الأراضي المقدسة مسيحة مسلم درزة شركسة يهودة أي شخص هذا الخلاص يشمل الجميع فنشكر الله على نعمة الخلاص بواسطة يسوع المسيح لأن الإنسان حاول حاول يخلص عن طريق التقوى والأعمال ولكن متى نصل إلى نقطة نقول أن الأعمال اللي عملتها تستطيع أن ترضي الله والأصعب المفاجأة عندما نواجه الله وأنت لم ترضي الله فما هو إذن مصيرك حبائي كل شخص تقابلت مع يسوع المسيح اتغيرت في العهد الجديد يمكن في واحد كان غني ولما الرب طلب منه أن يبيع كل ما له مكتوب عنه مضى حزينا فطبعا قال يسوع يعني دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول غني إلى ملكوت الله طبعا بيتكلم عن هذا الشخص اللي كان الإله بتبعه المصاري الفلوس بتعته فاستغرب بطرس واللي معاه فمن يستطيع أن يخلص سأله يسوع كان الجواب الغير مستطاع عند الناس والخلاص غير مستطاع عند الناس ما في إنسان بيخلص نفسه ولكن مستطاع عند الله هاي هي نعمة الله وهذه هي محبة الله